حياكم الله أكد العاهل المغربي الملك محمد ناسادس في حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد إبراهيم بوبكار كيتا أن المغرب سيظل شريكا ملتزما ووفيا لمالي العاهل المغربي وعاد في خطاب ألقاه بالمناسبة بتقديم الدعم اللازم لبرامج التنمية والبنيات التحتية في مالي بوادر هذا الدعم تجسدت قبيل حفل التنصيب إذ أقامت الرباط قبل أيام مستشفى عسكريا ميدانيا متعددة تخصصات في باماكو بطاقة استيعابية تتسع لأربعين سريرا يؤطره فريق يضم مئة وستة أطر طبية كما تم إرفاقه بمساعدة طبية وإنسانية مستعجلة العاهل المغربي أكد في خطاب تنصيب على إيلاء العناية الخاصة للتراث الديني في مالي وأوضح أن ذلك يتطلب إعادة بناء الأضرحة وإصلاح وترميم المخطوطات وحفظها وإنعاش الحياة الاجتماعية والثقافية سبيلا إلى حفظ الهوية الدينية لمالي ويأتي في هذا الإطار توقيع اتفاقية بين البلدين يقوم المغرب بمقتضاها بتكوين خمسمائة إمام مالي على مدى عدة سنوات اتفاقية اعتبرها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق تجديدا للروابط الروحية والدينية بين البلدين وحرصا على الاشتراك في الثوابط بهدف إحيائها وترسيخ مغزاها العميق الرباط تؤكد أن الزيارة التي قام بها العاهل المغربية الملك محمد ناسادس إلى جمهورية مالي تجسد التزام المغرب الدائم بقضايا قارته ففي دجنبر العام 2012 بدلت المملكة بصفتها رئيسا لمجلس الأمن جهودها المشهودة من أجل تبني القرار 2085 الذي سمح بإرسال قوة إفريقية إلى مالي كما أعلن المغرب خلال مؤتمر المانحين حول مالي في يناير الماضي بأدي سابابا عن تقديم مساعدة مالية بقيمة خمسة ملايين دولار مساهمة منه في جهود تمويل البعثة الأممية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي ويقول مراقبون إن المغرب يراهن على التعاون جنوب جنوب ضمن مرتكزات سياسته الخارجية التقارير تشير إلى تعزيز التنمية في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بالاستثمار أكثر في القطاع الخاص لحفز المبادلات التجارية وقد ارتفعت فعلا بثلاثة أضعاف ما بين العامين 2000 و2010 وتعد المملكة حاليا ثانية أكبر مستثمر في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا كما تحظى الخبرة المغربية في إفريقيا بمكانة رفعة خاصة في القطاعات البنكية والتجهيزة الأساسية والفلاح الغذائية والمعادن اشتركوا في القناة